اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين طموحات الهيئة وتطلعاتها مع رغبات الجمهور التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها دائما وأيضا في هذا البرنامج نطرح مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى هذه تحيات محدثكم محمود يوسف وفي الإخراج معنا الأستاذ عيسى سبيل وفي التنسيق الأخت نور نزال أيضا هذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي مثل ما عودناكم دائما مستمعين نبدأ جولتنا الأولى أو جولتنا الإخبارية بالاطلاع على هم الأخبار التي وردت في الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية أول أخبارنا عندنا خبر يقول استعراض مشروع دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية استعرضت هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2016 تفاصيل مشروعها الطموح دبي وجهة عالمية للسياحة العلاجية أمام المسؤولين والمختصين حيث تشارك الهيئة في الحدث بإطلالة جديدة تضم تجربة دبي الصحية دي اكس اتش العلامة التجارية المرموقة التي أطلقها مؤخرا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وذلك لجعل مدينة دبي الوجهة المفضلة للاستشفاء الصحي وايضا استقطاب أكثر من خمسمائة ألف سائح علاجي بحلول عام 2020 وتعليقا على المشاركة قالت الدكتورة ليلى محمد المرزوقي مديرة إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي والمسؤولة عن مشروع السياحة العلاجية إن مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي يعكس ما تمثله الرعاية الصحية اليوم من أهمية متنامية في تنشيط القطاع السياحي كما تعد هذه الخطوة أو هذه المشاركة خطوة استراتيجية تهدف إلى الترويج لتجربة دبي الصحية وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية للسياحة العلاجية خبر آخر يقول خمس دقائق راحة كل ساعة قد تنقذ الموظف من الموت خبر جميل يقول شارك متطبعون في منتصف العمر في دراسة أمريكية جديدة أظهرت أن البقاء ساعة إضافية في وضعية الجلوس يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم بالشرايين التاجية بنسبة 12% وأوضحت الدراسة أن ارتفاع نسبة الكالسيوم تعد إحدى العلامات المبكرة لمرض القلب التاجي وقالت جوليا كوزليتينا المشاركة في الدراسة من مركز ساوث سترين الطبي التابع لجامعة تكساس هذه واحدة من أوائل الدراسات التي تساعد في كشف كيفية ارتباط فترات الجلوس بخطر الإصابة بأمراض القلب وذلك من خلال تقييم هذه العلامة المبكرة لتصلب شرايين القلب وكان متوسط أعمار المشاركين في الدراسة حوالي 50 عاما ونصفهم تقريبا من السود حيث قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من ألفين مشارك ممن لديهم قياسات للنشاط البدني باستخدام أجهزة تتبع للحركة وفحص نسب الكالسيوم في الشرايين التاجية وكان المتطوعون يمضون ما بين ساعة وأحد عشر ساعة يوميا وهم جالسون وكان نشاطهم البدني معتدل أو معدوم نهائيا قالت الباحثة كوزليتينا أن حوالي ربع المشاركين كانت لديهم نسب من الكالسيوم في الشرايين التاجية وأوضح فريق البحث أن المشاركين الأكبر سنة والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لديهم ميل أكبر لتكوين الكالسيوم في الشرايين التاجية شو علاقة الخمس دقائق راحة كل ساعة التي قد تنقذ الموظف من الموت بالخبر اللي قريناه أنا ما أدري هذا سؤال وجه لفريق العداد لا هي الفكرة أن كثرة الجلوس من غير أي نشاط بدني قد يساهم بشكل أو بآخر بالإصابة بأمراض الشرايين التاجية أو مرض القلب التاجي عموما من بين الأخبار الثانية اللي موجودة عندنا كذلك للنساء فقط الحليب يخفف من عوارض خشونة الركبة يصنف مرض خشونة الركبة عند النساء بين الأمراض التي لا يوجد لها علاج حتى اليوم لكن دراسة جديدة تقول أن كوبا واحدا من الحليب يوميا قد يخفف من أعراض المرض وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة الجامعة الأمريكية للروماتزم إلى أن استهلاك الحليب يوميا يخفف من تقدم المرض عند النساء مقارنة بتناول الجبن الذي يفاقم العوارض نعيد مرة ثانية تقول الدراسة استهلاك حليب الحليب يوميا يخفف من تقدم المرض عند النساء مقارنة بتناول الجبن الذي يفاقم العوارض ويقول العلماء أن الدراسة لا تنطبق على الرجال وأن منافع الحليب في مكافحة هذا المرض فريدة من نوعها ولم يتم تحقيقها عند استبدال الحليب بغيره من منتجهات الألبان طيب من روحني عند خبر آخر يقول أو تحذير الإفراط في إعطاء الأطفال خافض الحرارة يضر بالكلة أيضا هذه دراسة أمريكية حديثة حذرت من الإفراط في إعطاء مسكنات الألم وخوافض الحرارة التي تعطى بالصورة مستمرة للأطفال وذكر باحثون أن قرابة 3% من حالات الإصابة بأضرار بالغة في الكلة لدى الأطفال ترجع إلى استخدام مسكنات الألم مثل النايروكسن والإيبوبروفين وغيرها وركزت الدراسة التي نشرتها الرابطة الألمانية لطب الأطفال أيضا على التهابات المسالك البولية التي تحدث نتيجة الإفراط في تناول المستكنات والتي تؤدي إلى تعطل شبه كامل لوظائف الكلة ووصولا إلى القصور الكلوي وأشارت الدراسة إلى أن هؤلاء الأطفال عادة ما يعانوا من جفاف نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وإصابة بإسهال أو قيء وهو ما يحد من معدلات تفراز الكلة وسريان الدم داخل الأنسجة المسؤولة عن تصفية الدم وتنقيته كما أكد الأطباء أهمية الفحص الروتيني لبول الأطفال لأنه قد يجنب الكثير من مضاعفات الأمراض ويوفر بالتالي العلاج المبكر أنا حتى من البارحة كنا نتحدث في العيادة الذكية عن تقوية المناعة وكان الدكتور حسين الحتاوي كان يذكر أن المناعة أريد عند الأطفال أو بشكل مباشر عند الأطفال تكون ضعيفة فهي تحتاج إلى تقوية ما بين التطايمات ما بين حليب الأم يجب أن يكون واحد من أهم الأشياء التي تقوي المناعة عند الأطفال فبعد أنتوا تعطونهم هذه المسكنات وهذه أكيد يعني بيتأثرون بشكل أو بآخر إذا الكبار يتأثرون في وقت حك خبر بعد ولا نطلع فاصل نطلع فاصل على كيفي أنا زاكر الله خير لا بحاول أخذ خبرتي بسيط وصغير وما نطول فيه عشان نطلع حتى على الفقرة التوعوية كذلك إذا في مجال ها عيسى يقول قالت دراسة بريطانية أن الليم يتمتع بفوائد صحية جمة حيث يزخر الشقيق الأصغر هذا الليمة الشقيق الأصغر للليمون بفيتامين جيم الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة كما يتفوق الليم على شقيقه الأكبر من حيث محتوى الكالسيوم البوتاسيوم والفسفور لذا فهو يتمتع بأهمية كبيرة للعظام والقلب والأعصاب بالإضافة إلى ذلك يحتوي الليم الذي يمتاز بلونها الأخضر على زيوت طيارة وحمض الفوليك هذا خبرتي على السريع على أساس ما نطول على الفاصل خلونا نسمع الفقرة التوعوية اليوم وبعدها نطلع إلى الفاصل التجاري اليوم رأ أحكيكم عن البوتولينوم توكسي بعرف الاسم شوي صعب بسلامة ما تتفاجأي لأنه أكيد بتعرفيه باسم أسهل البوتوكس بدأ استخدام البوتوكس طبياً بأمريكا عام 1977 لمعالجة عضلات العين وقال له عدة استعمالات طبية مثل مكافحة التعرق الزائد، التشنجات العضلية والصدع وعام 2002 وفقت الـ FDA أو إدارة الغزاء والدواء الأمريكي على استخدامه بالتجميل للتخلص من التجاعيد والخطوط بالوجه بيشتغل البوتوكس على عضلات الوجه فبيريحها وبيخلي التجاعيد والخطوط تختفئ و82% بيلحظوا مفعوله بعد أسبوع واحد وهالمفعول بيستمر بين ثلاثة وأربعة شهر معظم المفاهيم الخاطئ على البوتوكس سببها الاستخدام الخاطئ ضروري دايماً استعمال مواد آمنة ومرخصة والأهم هو أولاً عدم التميدي والإسراف وتانياً لجوء إلى الطبيب المتخصص مثل كل الإجراءات الطبية وعساكم دوم صحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائماً إذاعة نور دبي مستمعين يعني أطلقت هيئة الصحة في دبي الأسبوع الماضي حملة عالمية للتبرع بالدم تحت شعار كون الأول في التبرع بالدم وهذه الحملة يروج لها نجم كرة الخدم البرتغالي وريال مدريد كريستيانو رونالدو طبعاً الحملة تستمر لمدة سنة كاملة بهدف تنمية الوعي المجتمعي بقيمة وأهمية التبرع بالدم وتحقيق الكميات الكافية من الدم لمحتاجيها من المرضى إذن الحملة مستمرة وأبواب مركز دبي للتبرع بالدم مفتوحة لكم مستمعين الكرام نتمنى منكم المساهمة في هذه الحملة والتبرع بالدم بشكل مستمر لأن هذا العمل هو عمل عظيم جداً عمل إنساني قمة في الرقي قمة في العطاء فاللي يرغب بالتبرع ممكن أن يتابع توجهات الباص الخاص بالباص المتنقل الخاص بهية الصحة بدبي عبر مواقعنا على التواصل الاجتماعي دي اتشي اندرسكور دبي أو حتى أنه ممكن يتوجه إلى حرم مستشفى لطيفة من الساعة سبع ونص إذن الساعة السبعة مساء الجماعة متواجدين لإستقبال تبرعاتكم بالدم فنتمنى منكم التفاعل مع هذه الحملة سواء كنت تشجع ريال مدريد ولا تشجع برشلونة ولا تشجع أي نادي في العالم خلك يعني الأول في التبرع في الدم وخل روحك رياضية مثل ما يقول صديقنا وزميلنا كفاح الكعبي أنا ما عارف شي قاية صارخي يقولها بعد ما أقدر خلك روحك رياضية بعد يتكلم صيني فقاعد في المرنامج عموما هذه تحية تحية للزميل كفاح الكعبي مبادرة خدمة 24 ساعة بهيئة الصحة بدبي إحدى المبادرات المتميزة التي تبنتها الهيئة من خلال قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية وضمن جهودها المستمرة لتطوير وتغيير مفهوم وأسلوب تقديم خدماتها الصحية لتكون مواكبة ومستجيبة لمنتطلبات واحتياجات المرضى ومتناغمة أيضا مع استراتيجية الهيئة المستمدة من توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورؤيته لحكومة المستقبل التي لا تنام وتعمل 365 يوم في السنة هذه المبادرة المتميزة تأهلت للمركز الثاني ضمن جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي وتميز وهي بذلك تؤكد أيضا أهميتها ونتائجها الإيجابية التي انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وطبعا أنتم بين الفواصل تسمعون هذا الإعلان بين راشد ولطيفة اللي حطيناه واللي يتحدث عن هذه الخدمة نحن نتعرف على هذه المبادرة وأهميتها وأهدافها ودورها في تغيير مفهوم الرعاية الصحية في إمارة دبي وأيضا ما نتكلم حتى كذلك يعني مثل هذه الأعمال أكيد تواجه بعض التحديات بعض النجاحات اللي تحققت كل هذه الأمور وما نفتح الباب لكم مستمعين لاستقبال آراءكم واتصالاتكم حول هذا الموضوع معانا اليوم في الستوديو الدكتورة أمل إبراهيم بوهارون استشاري ومدير إدارة المراكز الصحية بهيئة الصحة في دبي حياة الله معانا دكتورة حياة الله حكومي دكتورة يعني هي هذه المبادرة تعد من المبادرات الجميلة والتي تأهلت فيها إلى مصاف التنافس النهائي وحصلتم على المركز الثاني من خلال برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز أعتقد الكل عنده فكرة عامة بحكم أن هذه المبادرة صار لها فترة من دون طلاقها لكن ما يمنع أن نذكر اللي ما عنده فكرة بهذه المبادرة خلينا ناخذ فكرة عامة عن مبادرة خدمة 24 ساعة متى بدأت وكيف تم التخطيط لها أولا أشكر برنامج صحة وسعادة في إذاعة نور دبي على الاستضافة هذه لعرض تجربة المشاركة في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز طبعا أنا وفريق العمل اللي كنا وكل فخر نمثل هيئة الصحة في دبي كان لنا الفخر بالمشاركة في البرنامج الكل يعرف أن هذا البرنامج أصبح القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي وكذلك أصبح يثير جو وروح من التنافس الإيجابي صراحة في القطاع الحكومي لتقديم الأفضل لعملائنا الكرام فكلنا إحنا كموظفين مدراء ومسؤولين أي أن كان منصبنا لازم نتنافس لتقديم الأفضل لمجتمعنا وأبغي أن تهز الفرصة حاليا لتهنئة كل الفائزين والفرق الفائزة والجهات الفائزة وأقولهم مبروك ومن تميز إلى تميز إن شاء الله طبعا إحنا دخلنا في هذه المبادرة بفئة المبادرة الإدارية المتميزة التميز كان في هذه المبادرة إنها كانت إحنا قدمنا فتحنا مركزين صحيين اللي هي ند الحمر والبرشة قدمنا خدمات طب الأسرة على مدار الساعة 24 ساعة طبعا هذا الفكرة ما كانت ياي من فراغ هي من اجتماعات مستمرة مع قطاع المستشفيات كان في دراسة على مستوى إدارة التميز والاستراتيجية في هيئة الصحة هذه الدراسة بيّنت إن إمارة الدبي تحتاج إلى التوسع في تقديم الخدمات الرعاية الصحية الأولية وخاصة في المناطق اللي صوب بر دبي اللي صوب البرشة وجبل علي الشيء الثاني كانت فيه اجتماعات دايما بين القطاعين قطاع الرعاية الصحية الأولية والقطاع المستشفيات فشفنا من دراساتنا المستمرة إنه فيه ضغط على أقسام الطوارئ ومن الدراسات والإحصائيات اللي دايما كانت تقدم بشكل دوري للقيادة العليا تبين إنه 70 إلى 75% من الحالات اللي تتوافد على أقسام الطوارئ كانت الحالات بسيطة حادة بس بسيطة ما تحتاج التدخل السريع من الهوسبتل من المستشفيات فارتأينا إنه إحنا لازم نوجد حلول على أساس أول شيء لإسعاد الناس ولتقديم الأفضل لهم ونكون قريبين من أماكن سكنهم فكانت فكرة إنه إحنا نفتح المراكز الصحية طب الأسرة كـ 24 ساعة جميل 365 يوم في سنة لمدة 24 ساعة في اليوم إن شاء الله جميل يعني هذه كانت الفكرة بشكل عام وهكذا تم التخطيط لها الآن ذكرنا أن المراكز الصحية اللي تم تطبيق المبادرة من خلالها ند الحمر والبرشة ليش اخترتوا هذه المركزين بالتحديد؟ نعم طبعا إحنا من خلال لما وضعنا الدراسة درسنا السعة الاستيعابية للمركزين من حيث المبنى ومن حيث الموارد المتوفرة من أهم شيء المبنى يعني كان المباني ما شاء الله عليها فيها جودة وفيها جودة يعني في الجودة الإنشائية وفيها مساحات كبيرة حتى مساحة هي فيها طاقة استيعابية كبيرة يعني بس تعليق بسيط على هذه الجملة أن زرت مجموعة مستشفيات في أمريكا وفي أوروبا يعني للأمانة مبانينا ومراكز الصحية مالتنا وايد أحلى ووايد أكبر وفيها تجهيزات أكثر من اللي شفناها برا لأن احنا يعني كهيئة الصحة دايما المباني هذه الجديدة نسعى أن احنا بنبنيها بحيث تواكب الاعتمادات المتطلبات المستقبلية كذلك ونحط بعد مثل الخطة المستقبلية للتوسعات اللي ممكن تكون لأن مدينة دبي مدينة في توسع وازدياد سكاني رهيب خلينا نرجع على اختياركم لهذه المركزين الموقع الجغرافي الموقع الجغرافي كان لند الحمر والبرشة الموقع الجغرافي قريب من المداخل الرئيسية للإمارة وقريب سهولة الوصول المرضى للمراكز الصحية هذه وقريب حتى من المشاريع الهامة اللي موجودة في دبي يعني لو شوف مثلا مركز البرشة مركز البرشة وند الحمر قريبين من شارع محمد بن زايد قريبين من شارع الشيخ زايد قريبين حتى من المشاريع الهامة والكبيرة في دبي إمارة دبي جميل جميل أنا بوقف مع فاصل قصير وبرجع استكمل هذا الحوار اللي في الكثير من المحاور اللي ما نطرحها من خلال تواجدت معنا دكتورة أمل بوهارون مدير إدارة المراكز الصحية في هيئة الصحة في دبي وهي أيضا طبيبة استشارية كذلك في طب الأسرة دكتورة صحة فاصل مستمعينا وإن شاء الله ما نرجع لكم وما نستكمل الحديث عن هذه المبادرة القيمة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مسمعيني الكرام وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلة معبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعينا تعد الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس لكافة الخدمات الصحية الأخرى وأيضا في هذا الإطار هيئة الصحة بدبي مع فلسفة وتوجيهات منظمة الصحة العالمية في بناء شعار الصحة للجميع في القرن الواحد والعشرين وتتبع لإدارة الرعاية الصحية حوالي عشرين مركز تسعة عشر مركز وعيادة صحية تم توزيعها على مختلف أنحاء إمارة دبي وبمعدل مركز أو عيادة واحدة لكل ثلاثين ألف شخص مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التوزيع الجغرافي لتسهيل وصول المرضى إلى هذه المراكز وأيضا الهيئة حرصت على تزويد هذه المراكز والعيادات بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية كما تم دعمها بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في هذا المجال كل هذا في صوب وأيضا طلعت مؤخرا الهيئة بمبادرة الأربع وعشرين ساعة في مركزي ند الحمر ومركز البرشة لتقديم خدمات طب الأسرة على مدار الساعة يعني 24-7 days مثل ما يقولون أو على مدار السنة 365 يوم في كل الأوقات فهذه مبادرة جميلة جدا قبل الفاصل نحن تكلمنا عن بعض تفاصيل من خلال ضيفتنا في الستوديو الدكتورة أمل أبراهيم بوهارون استشاري ومدير إدارة المراكز الصحية بإمارة بهيطة الصحة بيدوبي دكتورة الآن خلينا نتحدث عن أهداف هذه المبادرة ما هي الأهداف التي كنتم تسعون لها بالضبط من خلال هذه المبادرة طبعا نحن دائما في أهدافنا نوائم الاستراتيجيات الموجودة في الدولة فكانت مبادرتنا موائمة للاستراتيجية القطاع الصحي في دبي نحن نضمن قرب مراكز الخدمات الرعاية الصحية من السكان وكذلك ضمان حصول الأفراد على الرعاية الصحية في الوقت المناسب وكذلك كانت أهدافنا موائمة الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بأن نضمن نظام صحي بمعايير عالمية وكذلك لكي نقدم جودة وتفرد في خدمات الرعاية الصحية وكذلك طبعا من أهدافنا أن نحن تقليل عبء الحالات البسيطة والمتوسطة ونسبة التحويل للمستشفيات مثل ما قلت لك نحن نحاول تخفيف الضغط على مراكز الطوارئ على أساس قسم الطوارئ يحط طاقة كلها لاستيعاب الحالات التي تحتاج لتدخل السريع وكذلك من أهدافنا زيادة نسبة رضا المتعاملين وعدنا استبيانات سوينا استبيانات على مستوى المراكز كلها عن الخدمة وكذلك من أهدافنا توفير كادر طبي مؤهل لتقديم الخدمة على مدار الأربع وعشرين ساعة جميل دكتورة شو هي التحديات اللي واجهت فريق العمل لتطبيق هذه المبادرة التحديات طبعا ما يخلى أي مشروع إلا من تحديات التحديات الموجودة مثل ما ذكرت أنه تطبيق طب الأسرة على مدار الأربع وعشرين ساعة تقبل التغيير التغيير الداخلي عند الموظفين عند الموظفين يعني الدوام استوى shift duty يعني إحنا متعاودين أنه في كل مكان في العالم أنه طبيب الأسرة يداوم شفتين بس لما وضعنا الفكرة أنه صعب كان التقبل من الأطباء والكادر الإداري بالذات يعني أنه نحن يعملون على مدارس مدار الأربع وعشرين ساعة نظام المناوبات بس القيادة العليا الحمد لله رب العالمين انتبهوا لهالشي وزودونا بكادر طبي مؤهل يعني لما نوظف الخدمة وغيرنا غيرنا شوى نظام الـ HR غيرنا نظام الـ HR وحتى زيدنا الامتيازات المالية للموظفين للموظفين اللي يشتغلون في هالخدمة جميل جدا هذه من ضمن التحديات اللي واجهتكم وأيضا دكتورة يعني المبادرة كانت لها انعكاسات إيجابية كذلك على تحسين وتطوير العمل في هيئة الصحة بشكل عام وأيضا على المراكز اللي موجودة فكانت تدعم مثل ما ذكرتي استراتيجية الهيئة بتخفيف الضغط على مستشفيات الهيئة وتحقيق السعادة لدى الناس الآن كيف ممكن أتحدث عن موضوع دور المبادرة في تقليل مواعيد الانتظار عند المرضى هذه الشغلة اللي دائما ما تأتينا ملاحظات كثيرة من قبل المتعاملين أن وقت الانتظار طويل أو أن الحصول على مواعيد يعني ممكن حصلها بعد فترات طويلة أنتوا عندكم العديد من الحلول اللي طرحتوها وطبقتوها وكانت لها نتائج إيجابية في هذا المجال فخلينا نتكلم عن دور المبادرة في تقليل مواعيد الانتظار نعم طبعا نخبركم أن نحن يعني في المراكز الصحية خاصة في طب الأسرة نظام عندنا مش نظام المواعيد نظام الوق إن كلينك بس بعد طبعا من كثرة يعني الأقبال المتزايد على الخدمة إلا يكون عندنا شكاوي من مثلا أنا من بعض المراجعين أنهم انتظروا مثلا سجلوا وانتظروا ساعة هذا يعني نحاول إحنا قد ما نقدر نحن نحل مشاكلهم بإحنا نزيد الكادر الطبي والكادر التمريضي طبعا إحنا حديثا الحين من شهرين تقريبا أوجدنا نظام الكيو سيستم اللي هو نظام الانتظار الترقيمي الالكتروني الالكتروني الانتظار الالكتروني الالكتروني اللي ياخذ فيه رقم وينتظر دوره صح ليش حطيته هذا النظام دكتورا؟ لأن لما لاحظنا كثرة الشكاوي مثلا من الانتظار حطينا هذا النظام عساس يرتب أو ينظم عملية دخول المرضى على الطبيب طبعا مثل ما أنتو عارفين المريض لما يسجل ما يدخل على طول على التمريض على الدكتور يدخل على التمريض فيه احنا عدنا نظام ترياج نظام ترياج إذا يعني هي تصنيف الحالات مثلا إذا كان المريض من خلال التقييم التمريضي يحتاج إلى تدخل سريع من الطبيب أكيد ما نخليه ينتظر في الكيو سيستم نعطيه أولوية فيه شاف قبل طبعا نظام الكيو سيستم يحسب لنا الويتينغ تايم ويحسب لنا الدكتور كم بالضطط خد وقت نظام جديد وجميل يعني أقدر أقول إن شاء الله راح تكون تأثيره إيجابي على العملاء على الخدمة وعلى العملاء وعلى تحسين الأداء كذلك وهو أيضا من المتطلبات التي تسعون من خلالها للحصول على الاعتمادات الدولية في الجودة والتميز للخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال فأعتقد كانت عندنا بعض الملاحظات أن هذا النظام قام يعطلنا أكثر بدار ما يسهلنا نحن نقول للمستمعين دائما كل شي يديد شوية بس ليهما يأخذون على السيستم الموظفين العملاء يأخذون على السيستم بعدها ممكن الأمور تمشي بسهولة فهني بعد كذلك أبغي أبغي توجه كذلك للسادة المستمعين وللعملاء أجمعة الخير يعني تعاونكم مع الكوادر الإدارية والكوادر الطبية التي تتواجد في مثل هذه المراكز تساهم بشكل أو بآخر في رفع مستوى الخدمة في تحقيق التميز لهذه الخدمة وأيضا يعني الكلمة الطيبة كذلك حق الموظف ترواي ترفع من معنوياته يعني الواحد قدر الإمكان يحاول يدخل مبتسم يعني هو صعب أن الواحد مريض ويدخل مبتسم لأنه يكون متألم لكن أيضا أحيانا الواحد يحتاج أنه يسمع كلمة طيبة من الزبون والعميل أيضا دكتورة أنتوا من خلال تواجدكم كذلك تميت وايد بالكادر الوظيفة عندكم في عملية تدريبهم في عملية أنكم أنتوا يعني تعطونهم دورات تدريبية للطواقم القائمة على هذه المبادرة فخلينا نتعرف على الدورات اللي دخلوها أو شو هي البرامج التدريبية اللي تم التباع في هذا المجال أكيد نحن طبعا بداية المبادرة كان في تبادل خبرات ومعرفة مع مركز الإصابات في مستشفى راشد فكنا بشكل دوري نبعث أطبائنا والطاقم الطبي والتمريضي عشان يقضون هناك شهر لشهرين لاكتساب الخبرة في الحالات الطارقة جدين وللتعرف على وتدريبهم على نظام تصنيف الحالات خاصة للكادر التمريضي وهذه طبعا العملية نسويها بانتظام بالإضافة اللي إحنا دايما باستمرار نجدد دورات الإنعاش القلبي للكادر الطبي بفرعه يعني الطبي والتمريضي جميل ونحرص على تجديد هذه الدورات دورات الإنعاش القلبي كذلك إحنا طبعا أطباء الإقامة اللي هم الريزيدنت ضميناهم العمل في مراكز الأربع وعشرين ساعة وغيرنا من نظام نظام التدريب عندهم وأضفنا لهم شهرين يتدربون على نظام الأربع وعشرين ساعة جميل جدا وبعد تقريبا نحن عدنا بالإضافة للعمليات الإنعاش القلبي عدنا ندرب المركزين على عمليات الإخلاء في حالات الكوارث هاي باستمرار وبصفة دورية ندربهم عليها هاي كانت المشاركة مع الدفاع المدني نعم أعتقد الفترة الماضية شهدنا أكثر من عملية في هذا المجال طيب دكتورة يعني شو هي مؤشرات أداء اللي أنتوا تتابعونها لمتابعة نجاح هذه المبادرة أنت ذكرت بعضها في سياق الحوار لكن أنا قلت بخصص سؤال أو محور خاص لهذه المؤشرات نعم مؤشرات الأداء طبعا إحنا دائما في هذه المبادرة وفي كل مبادراتنا لازم تكون عندنا مؤشرات أداء عشان نقيس مدى نجاحنا أو مدى ونشوف التحديات اللي ممكن تواجهنا في النص ونحلها أنت الكيو سيستم اللي ذكرتي هذا واحد من ضمن الحلول اللي تقيسون فيها مؤشرات الأداء عندكم أكيد فإحنا مثلا من مؤشرات الأداء عدنا نقيس عدد المراجعين الذين حصلوا على الخدمة أثناء المناوبة الليلية يعني بعد إغلاق المراكز الصحية إحنا نهتم بعدد المرضى اللي يون عنده إغلاق المراكز الصحية عشان نشوف فعلا الإقبال وفعلا حاجتهم للطلب التدخل الطبي ونشوف فعلا إذا هو خفف الضغط على المستشفيات ولا لا وكذلك من مؤشرات الأداء عدنا عدد الإجراءات التمريضية منذ انطلاق المبادرة وعدنا انقيس نسبة المحولين إلى المستشفيات هيئة الصحة عند إغلاق جميع المراكز الصحية طبعا النسبة يعني أنا مثلا يوني ألف من الألف في الشهر كم حولت فهذا يعني يعطيك انطباع أنك انت خففت الضغط أو لا نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة كذلك انقيسها في المركزين نسبة الحالات المصنفة البسيطة والمتوسطة في حوادث مستشفى دبي يعني نسير نشوف الاستاتيستيك في مستشفى دبي في مستشفى راشد قسوري نسبة الحالات المصنفة البسيطة والمتوسطة شفناها انها قلت جميل قلت يعني فهذا مؤشر أداء ممتاز وهذا نتيجة وعي المجتمع كذلك بضرورة انك انت اذا رايح المستشفى ممكن تسبب ضغط على الكادر الطبي اللي موجود هناك في حالة ان كان هناك هم محتاجين ان ينقذون حالة انسانية او حالة صارت محتاجة لتدخل سريع فالواحد يفكر فيها بهذا الشكل ان انا التزامي بالتوجه مثل هذه المراكز الرعاية الصحية اللي تعمل على مدار الساعة يعني يعطي اولوية للحالات اللي محتاجة تدخل طبي وجراحي مباشر بشكل كبير في هذه المراكز مراكز الطوارئ وانت بتساهم اكيد في انقاذ مثل هذه الحالات هذا يعتبر التزام مجتمعي صراحة صحيح صحيح طيب دكتورة يعني انت ذكرت ان هناك قياس للعديد من المؤشرات ما ادري عندك ارقام وحصائيات حول المستفيدين من خدمة ال 24 ساعة خلال الفترة الماضية اكيد شوف مثلا احنا من مؤشرات المؤشر الاداء اللي هو عدد الحالات اللي كانت تتيننا احنا بداية المبادرة اتخيل يعني في الفترة الليلية انا اتكلم كانوا 6500 تقريبا في خلال سنة واحدة ارتفعوا الى ثنين وثلاثين الف ما شاء الله سنة في 2015 ارتفعت الى خمسين الف خمسين الف ومية وثمانية بمريض ما شاء الله مثلا من الخمسين الف مريض في السنة كاملة وانا اتكلم بس عن الفترة الليلية اللي هي من تسعة ونص بالليل الى ساعة سبعة ونص الصبح اوكي من الخمسين الف ومية وثمانية حالة احنا حولنا بس ستمية حالة اللي فعلا تحتاج الى تدخل في الهوسبتل في المستشفى يعني ممتاز فهذا كان انديكيتر وايد قوي ان الناس محتاجة حق الخدمة وفي نفس الوقت انه خفف الضغط على المستشفيات جميل وقسم الطوارئ بشكل خاص جميل الدكتورة وايد ارقام يعني تبين اهمية هذه المبادرة تبين الجهد الكبير اللي تقومون فيه من خلال هذه المبادرة وايضا تبين حتى الوعي اللي تشكل عند المجتمع بالمستاهمة في مثل هذا العمل تنتظر نحمن شل العلال اللي نحطه بين الورنامج لا سؤل في انا اوجه صراحة شكري لادارة مركز ند الحمر والبرشة من المانجمين تيم ووجه شكري بعد للاطباء القائمين على الخدمة والممرضات والطاقم الاداري طبعا لان فعلا ما شاء الله عليهم يعني يبدلون مجهود كبير جهد جميل جدا طيب دكتورة يعني الان هذه الارقام وهذه الاحصاتي يجب ان تستدعي يعني انا وجهة نظري البسيطة يعني ان يتم افتتاح مراكز اخرى تعمل بهذا النظام فما ادري شو عندكم خطة ولا عندكم اشياء ممكن تتوجهون هذا توجه طبعا احنا سوينا استبيان للعملاء كان من ضمن الاسئلة اللي موجودة كانوا ابدوا طبعا رضاهم عن الخدمة وابدوا ان يبغون تقريبا 85% من العملاءنا يبغون ان الخدمة تتوسع في مناطق اخرى فطبعا اكيد في خطة ان شاء الله للتوسع وليفتح مراكز صحية تعمل بال24 ساعة جميل دكتورة في الناس وهني ميسج من عبدالله يقول في ميزان حسناتك يوما لا ينفع مالو المنوع لكم من تقدمون من علاج وادوية ولكل جزاكم الله خير على مبادراتكم لسعاد الصحاء والمرضى لكني ارجو ان تكملوا معروفكم بوضع عدد محدود من الكراسي عند مخارج الطوارئ لكبار السن من المرضى عند انتظار لسياراتهم الأجرة للذهاب لمنازلهم وشكرا ابو عبدالله نقرى المسج والدكتورة قاعدة تكتب الملاحظة على طول ان شاء الله ان شاء الله بيتم هذا شيء وهذا شيء من حوله كذلك اخترح للمستشفيات كذلك ان يزيدون مثل هذا العدد من الكراسي وان شاء الله يا رب مثل هذه الرسائل اللي جاء بيها دكتورة اكيد تساهم في تطوير الخدمة في تطوير الخدمات اللي تقدم للعملاء وايضا تعطي دافع للعاملين ببذل المزيد من العطاء فهذه رسالة ايجابية مهمة جدا حقيقة في تطوير الأداء دكتورة انا عندي اخر سؤال والله نسيتني يا ابو عبدالله كان عندي سؤال وايد بغيت اتكلم فيه يا ربي او كان هو مقترح حقيقته هي على موضوع قياس رضا المتعاملين دكتورة احيانا نمر بعض القطاع الخاص في القطاع الخاص نحصل فيه مثل لقياس الرضا عند العميل يحطولك فيس مبتسم وفيس عادي وفيس زعلان هذا لقياس مؤشر السعادة بالضبط الحين ان شاء الله هذه قريبا ما اقدر اقولك متى بالضبط بس احين في عندنا يعني خطة انه نحط ايباد عند يعني حق العملاء على اساس من يطلع من الخدمة وتعرفون انتو تعرفون كيف هو مراضي يحط سعيد ولا عادي ولا يعني حزين ولا حزين ان شاء الله دايما سعيد ان شاء الله لا ان شاء الله يعني بس هذي احنا حطيناها في عين الاعتبار وفي خطة انه نحطها في مركز ند الحمر والبرشة والمزهر كذلك ممتاز لنا هذه بامانة بتبين اذا كانت هناك مشكلة في هذا المركز او خدمة سيئة راح تبين وتعطي الانطباع بشكل مباشر وانتو تقدرون تاخدون وممكن يحفز الموظفين على تقديم احسن ما عندهم بالضباب بالضباب ويتم ايضا مساءلة الشخص اللي مقصر كذلك اذا كان هناك يتغصير ونحن حقيقة نستبعد انه يكون هناك يتغصير من قبل الموظفين لان بامانة كلنا موظفين وكلنا نحاول نعطي او نرد بعض الدين على اللي فرقها بنتجاه هذا البلد المعطاء وتجاه يعني هذه الحكومة التي تسعى لإسعاد الناس بشكل أو بآخر دكتورة أمل يعني نسعد جدا بهذا الحوار ووصلنا لختام حلقتنا اليوم أم لك إلا نتوجه بالشكر الجزيل لك دكتورة أمل إبراهيم بوهارون استشاري ومدير إدارة المراكز الصحية بهاية الصحابي دبي كل الشكر على تواجدت معانا وكل الأمنيات لكم بالمزيد من التطور والتوفيق إن شاء الله في مختلف المبادرات التي تقدمونها في إدارة أو في قطاع الرعاية الصحية الأولية شكرا جزينا لك شكرا أيضا مستمعين شكر موصول لمخرجنا عيسى سبيل وكانت معنا في التنسيق نور نزال وأيضا هذه تحيات فريق الأعداد بهية الصحة في دبي من قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العالي وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة بيوم غد إن شاء الله في نفس الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي